ازا عندك شركة او مكتب او مصنع او اي مكان في موظفين كتير وبتدور على طريقة مثالية لادارة عملية الدخول وخروج الموظفين او عملية اللي تشيك ان واللي تشيك اوت علشان تبقى عارفهم ما بيجوا في موعيدهم ولا لأ. وبالاضافة لكده كمان ينفع كاكسس كنترول او يبقى بيساعدك في عملية انك تدي صلاحات الدخول لاشخاص معينة للمكتب بتاعك بحيث ان يبقى باب المكتب او باب الشركة يبقى بيفتح للناس معينة. ففيديو النهاردة عرفك فيه على جهاز ممويز جدا من شركة وهو موديل بس قبل معرفك على الجهاز ده بالتفصيل واقول لك كل الموصفات بتاعته يا ريت كالعادة لو الفيديو عقبك ما تنساش تدوص لايك للفيديو وتشارك في القناة لو لسه مشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناة ما وتفتكش اي فيديوهات جديدة. ويا ريت ما تنساش دعم القناة عن طريق خاصية او شكرا من الزرار بتاع تانكس اللي هتلاقيه موجود تحت الفيديو. في البداية كنت حابب ان انا اشكر شركة اللي جابت لي الجهاز بتاع اللي بتكلم عنه في فيديو النهاردة. ويمكن دي اول مرة ان انا اتكلم عن او ان انا اتكلم عن النوعية دي من الاجهزة في القناة. فيا ريت تكتبوا لي رأيكم في التعليقات في الموضوع ده هلتحبوا ان انا هتكلم عن النوعية دي من الاجهزة اكتر ولا لا هي والاجهزة بتاعت الانتركام وكاميرات المرعب. وهم حاجة هتبقى بتميز جهاز الهايك فيجن اكسس تيرمن اللي بتكلم عنه دلوقتي انه بيشتغل عن طريق الفيس ريكوجنيشن او عن طريق بصمة الوجه. انتوا عارفين طبعا دلوقتي ان التقدم التكنولوجي بقى قوي جدا في منطقة البيوميتريكس او القياسات الحيوية والتعرف على الوجوه والكلام ده. ولكن يمكن اغلب الشركات الاجهزة اللي تتجه لفكرة الاجهزة اللي مش محتاجة انك تلمسها. ولذلك الجهاز بتاع هايك فيجن اللي بتكلم عنه دلوقتي بيعتبر من الاجهزة المميزة جدا في نقطة ولكن قبل ما اكلمك عن مواصفاته بالزبط تعالى نعمل له سريع كده علشان نشوف الجهاز العلبة بتاعته بيكون فيها ايه او ايه الحاجات اللي بتجي معي. واول ما تفتح العلبة هتلاقي الجهاز بتاع الموجود قدامك. ولو خرجناه من الكيس بتاعه هتلاقي ان الجهاز ده بيكون عبارة عن شاشة بس. الشاشة دي بتكون مقاسها تلاتة فاصلة سبعة وتسعين بوصة. وبيكون فيه لامبة دي بتول الجهاز من فوق. بالاضافة لان بيكون فيه كاميرا او كاميرا بعدستين بدقة اتنين ميجا بيكسل بيكون فيهم عادسة ده غير ان بيكون فيه لامبتين كده بيناوروا احمر لسه هنشوفهم لما نوصل الجهاز دول بيكونوا خاصين بالعلشان التعرف على الوجه. وبعد كده هتلاقي في العلبة او حامل معدني بتركبه في الجهاز من وراء لو حاوب انك تعلقه على الحائط. وهتلاقي في الناحية التانية الادابتور اللي بيشغل الجهاز. وهتلاقي بعد كده كيس الكيس ده لو فتحته هتلاقي جوا مجموعة من المسامير علشان تثبت الجهاز. بالاضافة للواصلة بتاعت النتورك او الواصلة بتاعت علشان تقدر انك توصل الجهاز ده على النتورك بتاعت الانترنت اللي عندك في الشركة. ده غير واصلة بتقدر عن طريقها انك تحمل اي سور او اي معلومات خاصة بالموظفين بتوعك عن طريق الفلاشة اليو اس بي. بعد كده هتلاقي في الكرتونة حامل او تاني علشان لو انت مش عايز انك تعلق الجهاز ده على الحائط فابتقدر انك تستخدم التاني ده في انك تخلي الجهاز محطوط على مكتب او على ترابيزة مثلا. ودلوقتي هكلمك عن مواصفات الجهاز ده بالتفصيل والجهاز ده سعر بيكون في حدود الخمس تلاف وسبعمية او خمس تلاف وتمنمية جنيه وتقدر تشتريه من الرابط اللي تلاقيه موجود في او في اول تعليق. اول حاجة او نظام التشغيل بتاع الجهاز ده بيكون بنظام تشغيل وزي ما قلت لك بيكون في دول لينس كاميرا بدقة اتنين ميجا بيكسل وبالنسبة للسعة بتاعته فالجهاز ده بيدعم لحد الف وخمسمية لو انت الموظفين عندك بيستخدموا الكروت ده غير انه بيدعم لحد الف بصمة وجه بالاضافة لمية وخمسين الف حدث مختلف او مية وخمسين الف عملية دخول وخروج مسلا وهنيجي الاهم نقطة بعد كده في الجهاز ده وهي سرعة التعرف على الوجوه لان انت طبعا لما يبقى عندك جهاز كده بيعتمد على فكرة فلو انت عندك موظفين كتير في المكان فهتلاقي ان وقت الدخول والخروج بتاع الموظفين بيكون في زحمة شوية فلو الجهاز بطيء في انه يتعرف على الوجوه بتاعت الموظفين ده ممكن يعمل لك مشكلة طبعا فالجهاز ده سرعة التعرف بتاعته على الوجوه بتوصل لزيرو فاصلة اتنين ثانية فالجهاز سريع جدا واداءه سريع جدا في المنطقة دي ودي ممكن من اكتر الحاجات اللي بتميزه يعني انا لو جربت معاك دلوقتي هتلاقي ان الجهاز زي ما انت شايف دلوقتي قدامك انا بمجرد بس ان انا بعدي قدامه زي كده هتلاقي ان الجهاز عارف وشي على طول فالجهاز سريع جدا في النقطة دي بصراحة كمان الاهم من كده فكرة ان الجهاز ده بيدعم او مكافحة التزيف لان كتير منكم دلوقتي ممكن يقول لي طب ما عادي يعني ممكن احط صورتي على التليفون مسلا قدام الجهاز والجهاز يفتح فلا طبعا مفيش الكلام ده الجهاز ده يعني محمي ضد فكرة التزيف ولو انا جربت لك دلوقتي مسلا حطيت صورتي على التليفون قدام الجهاز زي كده حتى ان انا مهما بقرب الصورة من الجهاز الجهاز عمره ما بيفتح لكن بمجرد ان انا بس اعدي وشي من قدام الجهاز هتلاقي ان الجهاز فتح. فالجهاز يعني يمحمي ضد نقطة التزيف دي ولازم يكون فيه وش بتاع انسان حقيقي اللي موجود قدامه. كمان من المميزات المهمة الموجودة في الجهاز ده انه يقدر يتعرف على وشك من اول مسافة تلاتين سنتي لحد مسافة متر ونص فانت مش محتاج انك يعني تقف تلزق في الجهاز علشان الجهاز يفتح. لا انت عادي من على مسافة متر او متر ونص ممكن الجهاز يفتح معك مفيش مشكلة. وطبعا الجهاز بيكون في زي عنصر تأمين كده في الظهر بتاعه بيكون في زرار صغير كده علشان له حد يعني يفكر ان هو يشيل الجهاز من مكانه او يفكه من مكانه فيدي انزار زي كده. فده بيكون عنصر تأمين كده موجود في الجهاز ودلوقتي تعالى بقى ندخل على الشاشة بتاعته على نظام التشغيل بتاعه ونشوف الحاجات اللي بتكون موجودة فيه من جوة كده بشكل سريع لان طبعا الجهاز بيكون في حاجات كتير جوة مش هقدر ان انا اشرحها كلها دلوقتي ولكن خليني بس ادي لك فكرة عامة كده عن مسلا انك هتلاقي اول حاجة المستخدم طبعا الجهاز هنا بيضعم اللغة العربية والانجليزية فدي من الحاجات المميزة فيه فلو دخلت هنا على مستخدم هتلاقي عندك هنا علامة الزائد بقى بتقدر هنا انك تسجل البيانات بتاعت الموظف والوش بتاعه او صورة الوجه بتاعته والباسورد بتاعته دي بتقدر بتعملها من هنا لو دست على السهم ده بترجع بك هتلاقي عندك بعد كده القائمة بتاعت الاتصالات دي بيكون فيها بقى كل الحاجات المتعلقة بتوسيل الجهاز بالواي فاي او بالشبكة بتاعت الانترنت عندك لو دسنا على السهم ده ورجعنا تاني هتلاقي عندك بعد كده القائمة بتاعت القائمة دي بقى بيكون فيها كل الاعدادات الخاصة بفكرة انك توصل الجهاز ده باللوك او الافل بتاع باب الشركة او باب المكتب. علشان لو حابب انك تدي صلاحية الدخول للشركة او المكتب بتاعك لاشخاص معينة او للموظفين اللي وش يوم متسجل على الجهاز بس فابتدر انك تزبط الاعداد دي من القائمة دي. هتلاقي عندك بقى بعد كده النزام بيكون فيها اعدادات خاصة بالجهاز السجل الوقت. يعني في مجموعة كبيرة من القوائم ومجموعة كبيرة من المميزات اللي هتلاقيها موجودة في الجهاز مش هقدر اننا طبعا اشرحها كلها دلوقتي. ولكن من الحاجات اللي مهمة انك تعرفها مسلا عن الجهاز ده ان فيه انك تدر تخلي الجهاز بيدي صلاحية الدخول للناس اللي لابس الماسك بس علشان مسلا لو في كرونا او في كده فالجهاز بيبقى فيه انك تدر تزبطه لو الشخص مش لابس ماسك فالجهاز مش بيفتح او يعني مش بيدي صلاحية الدخول للشخص. في عندك اختيارين انك يعني تدي انذار لانك مش لابس الماسك او انك تخلي الباب ما يفتحش خالص او ان الموظف ما يدخلش خالص غير لو لابس المسك. بالاضافة لكده فالجهاز ده بيدعم ست حالات حضور مختلفة. يعني عندك او الدخول والخروج بالاضافة للبريك اين والبريك اوت. والوفر تايم اوت. فانت كده عندك ست حالات حضور مختلفة هتقدر انك تشغلها على الجهاز ده. وبس كده اتمنى في النهان الفيديو يكون افادك فعلا وزي ما قلت لك لو حابب انك اشتري الجهاز ده هتلقى رابط الشراب بتاع موجود في وفي اول تعليق. ودلوقتي هتفرج على فيديو تاني من الفيديوات اللي هتزهر قدامك. ورد في النهام تنساش اللايك والاشتراك في القناة ونتقبل فيديو جديد ان شاء الله. سلام.